تدور الأرض حول محورها وبفضل ذلك يحدث تعاقب الليل والنهار ويحدث استقرار الأجواء والكثير من الأمور الخيرات المماثلة ولكن ماذا يحدث لو أن الأرض توقفت فجأة عن الدوران هذا ما سنجيبكم عليه في هذا الفيديو ولكن فضلا وليس أمرا تفضلوا بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد من قناتي كل جديد حول العالم من البديهي أن مثل هذا الحدث يعني نهاية العالم وهو لن يحدث في المليار سنة القادمة حسب رواية العلماء لكن حين تحدث مثل هذه الكارثة فلن تكون البشرية فقط معرضة للهلاك بل كل أشكال الحياة والآن لنلقي نظرة عما ينتظرنا في مثل هذه الحالة الأرض تدور عند خط الاستواء بسرعة 1674 كم في الساعة وأي توقف فجأة لهذا الكوكب لن يمر دون أن يلحظ وفي هذه الحالة يحتاج الجميع إلى ربط الأحزمة على الرغم من أن ذلك لن يكون مفيدا أبدا لأن توقف الأرض عن الدوران سيجعل كل شيء متحرك عليها يطير إلى الفضاء سيتسبب توقف الأرض عن الدوران في إعصار هائل لأن جو الأرض يدور بنفس سرعة الكوكب لذلك فالرياح العاتية التي ستهب بعد توقف الأرض عن الدوران ستقتلع الجميع تماما بما في ذلك ولئك الذين نجحوا في ربط أحزمة الأمان كما سيحدث تسونام عالمي يتسبب في أعاصير مدمرة تمحوا من وجه البسيطة كل ما تبقى عليها فيما سيتعين توديع المدن الكبرى سواء الواقعة بمحاذاة البحر أو حتى البعيدة عنه وبالطبع لم تقف الزلازل جانبا في مثل هذه المناسبة الكبرى فهي سوف تعوم جميع أركان الأرض وبقوة هائلة لا يمكن تصورها ويمكن أن يضرب الكوكب كله زلزال واحد ونتيجة للتغير المفاجئ في سرعة الرياح ستنتشر الحرائق بسرعة هائلة وعمليا كل شيء لم يغرط سيحترق لكن لن يكون بالطبع عطل منظومة الجي بي اس هي المشكلات الوحيدة التي ستواجه الناجين على كوكب خالي من الجاذبية الأرضية إذ لن يكون في الوسع الاعتماد على هذه المنظومة مما يعني انحراف الطائرات عن مساراتها ووقوع أعداد كبيرة جدا من حوادث السيارات في ذلك الوقت سيكون الاستضام بالقمر الذي يبعد الآن تدريجيا عن الأرض عند التوقف عن الدوران لمفر منه وستبدأ الأقمار الصناعية بالتدريج بالاقتراب منها الكوكب وستتحطم سواء طال الزمن أو قصر لكن بعد بضع ملايين من السنين في ذلك الوقت اليوم سيكون في طول العام وهذا قليل مقارنة بالكوارث الطبيعيات الأخرى إذ حين تتوقف الأرض سوف تشرك الشمس على نصفة القرى الأرضية لمدة ستة شهور متواصلة وحرارة النهار ستصبح استوائية وبرودة الليل ستصبح قطبية قارصة انقطاع ضوء الشمس عن كوكب الأرض سيستمر إلى حين انقشاع الغبار لكن ذلك يعني حلول الشتاء لسنوات طويلة في جميع أنحاء العالم مما سيؤدي بطريقة أو بأخرى إلى الكثير والكثير من المتاعب وأخيرا الأرض وما عليها مدينين بشكلها الحالي واستقرار ما عليها لدورانها حول محيطها أو محورها إذا توقف دوران الأرض حول محورها فمن المرجح أن يتحول كل شيء إلى سطح مستوى تماما وهذا إن حدث فإنه سيضيف الكثير والكثير من الكوارث والأهوال أرجو أن يكون الفيديو أفاد حضراتكم وإن شاء الله يكون لنا فيديو قادم أترككم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا على المشاهدة ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة